اشتركوا في القناة 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 اه خلصت منيح اللي قلت لي لانو انا عندي ثلاث شعب وطيب عندي انا ثلاث شعب ممتاز احنا سابقين لا لا انتم المفوض ماشيين مع بعض بس في شعب بعدها مش واصلها لا انتم مش سابقين كله ماشي مع كله اذا احنا اليوم بدنا نكون في هذا المكان بدنا نحكي عن الترانسميشن ميديا اليوم رح يكون شغلنا عن الترانسميشن ميديا احنا خلصنا اذا البودلز والآن من يجي على الترانسميشن ميديا هذا موجود على الفيزيكال لاير وهون احنا مش رح نتعمق بالفصل هاض بالإنكودينج تكنيك وكيف بنعمل إنكودينج واشي احنا بس بدنا نعرف انواع الميديا لانه انتم كمهندسين سيستمز انجينير لازم تكونوا عارفين شو هي الميديا المستعملة وكل واحدة شو إلها صفات حسنات وسيئات ومنيجي بشكل عام في عندي سندر وفي عندي ريسيفر وفي عندي وسط اللي هو الميديا الميديوم هاض ممكن يكون كيبل وممكن يكون مش كيبل يعني ويرد أو ويرلس وهاض حكي بتهيالي إشي بديهي الآن بالنسبة للويرد في عندي ثلاث أنواع من الكوابل المستعملة في الشبكات الكيبل الأول اسمه تويستد فير الكيبل الثاني اسمه الكيبل الثالث اسمه فايبر أوبتيكس انتم سامعيني منيح ولا لأ يا جماعة دكتور مية بالمية مية بالمية خليني برضو أنا أقرب على راوتر بجوز إذن إذن اللي صار عندي كالآتي عندي ثلاث أنواع من الكوابل المستعملة في الشبكات شوي دقيقة بالله إذن في عنا إحنا ثلاث أنواع مستعملة بالشبكات اللي هي زي ما حكينا تويستد بير وكواكس وفايبر أوبتيكس إذن خلاص مين مش إذن اللي بيصير كالآتي التويستد بير هيك شكله هيك شكله هو عبارة عن عبارة عن كوابل الثنين بتكون مجدولات حدا عنده فكرة ليش إحنا جادلين هن ليش هدولا مجدولات ليش هنا مجدولات فيه حدا عنده فكرة إذن هدول مجدولات إحكي مشان المساحة لا مش مشان المساحة هدول يشيروا دخل في الموجات أو بعكس الموجات مشان يتخفف مما يسمى بالانترفيرنس هستطلع إذا هدول الكابلين جايات متوازيات مع بعض معناته من المحتمل إنه يكون إذا كان في عندي مصدر للضجي للنويس إذا مصدر الانترفيرنس هون سيؤثر هذا المصدر على واحد من الثنين أكثر من الثاني بس إذا أنت جدلتهم بيصير إذا تأثر هذا يذكرون هون المصدر طبعا الانترفيرنس وهذا تأثر منه يعني لأنه قريب عليه فشوفوا هذا رح يتأثر بنقطة بس هذا رح يتأثر بنقطة الثانية فرح يعني يعني يصير تأثير الانترفيرنس الخارجي على الكواب هدول هو نفسه صح ولا لا إذن هاي الفكرة إذن هاد المفروض إنه ينزل الاكسترنال انفلوانس أو الكروستوك هسا انتو بجوز بتتذكروش ولكن زمان كان في مشكلة عنا اسمها الكروستوك لأنه إذا أنت كنت ترفع مرات الخط كنت تسمع مثلا مكالمة حدا مثلا جيرانك يعني أنت وجيرانك موجودين بنفس العمارة وفي عنا كوابل تليفون مبدودات وبطلع عن هدول الكوابل مع بعض بنفس البندل خارج عن البيت واللي كان يصير إنه إذا أنت عندك رفعت السماعة مثلا ممكن يكون فيه كروستوك كروستوك يعني حدف فاتحه الخط وبحكي وكونت أنت يعني الأسلاك تبعتك كانت شو تساوي تسحب أو تمتص أو يأثر التوك اللي من عند زملائك أو من عند جيرانك عليك كانت هاي المشكلة موجودة هسا مبدئيا هسا إحنا إذا منجدل المفروض إنه نخفف من هاي الكصة نخفف من النويز الخارجي على التوستد بير لهون إحنا ملاح دكتور بس عشان نخفف من النويز الخارجي بس هاي مشان تخفف من النويز ودير بالك كل ما بتجدل جدلات أكثر يعني كل ما بتساوي عدد الجدلات أكثر على وحدة الطول بصير الكواليتي تابعة الكابل أعلى يعني تعتبر الكواليتي أعلى كل ما جدلت أكثر إذن هاي كمان نقطة بالنسبة للتوستد بير الآن التوستد بير بيكون عنا هون الحاسي وهون في عندي إنسوليتر اللي هو البلاستيك العازل إذن في عندي أنا كوندكتور وفي عندي عازل هدولة اتنين مجدولات مع بعض إذن هذا بالنسبة للتوستد بير التوستد بير هاض في منه فئات أو في منه فئات أولي شي كله كل التوستد بير بين قسمة لنوعين النوع الأول اللي هو انشيلد اللي هو العشمال ها انشيلد التوستد بير والنوع الثاني اللي هو الاشي التوستد بير اللي شوي شيد التوستد بير في عنده هون متال شيلد هذا البيتاليك في شيلد هو عبارة عن شيلد مشان يخفف الإنتر أنتر حسي هذا الشيل مشان يخفف الانتر فيرنس هذا الاستي بي هو عبارة عن اشي مبدئياً أغلى وهو يعني خلنا نقول اكثر هاير كواليتي وبالتالي مبدئياً هذا كانوا يستعملوه في الاندستريال بس يعني بيرباسي يعني في المصانع في الكده لما بدنا اشي مثلاً كثير متين وهيك كانوا يستعملوا الاستي بي بس وهي طبعاً مجوز شركة اي بي ام اللي اللي سوت له ترويج في يوم من الايام بس مبدئياً احنا الاكثر استعمالاً هو مش الاستي بي هو اليو تي بي هذا الاكثر استعمالاً هنا ما في شيلد اللي يحوط الكوابل طيب هس هاد اللي هو الي عشمال يو تي بي يمكن انه نحطه بثمن فئات في بثمن فئات هسا هون جايات سبع فئات من واحد لسبعة بس هني على عرض الواقع ساري ثماني لانه احنا الكتاب تبعنا قديم وطبعاً صار في تطويرات كثيرة بآخر فترة مشان هيك الارقام اللي هون كمان الميجابيت بير سكت اللي ممكن انه نعملها على الكابل كمان اتغيرت هسا صارت احسن اذا مبدئياً لتويستد بير الانشيلد تويستد بير هاي تستعمل مبدئياً زي ما تشايفين في اللانز في اللوكل ايري نتوركس الانشيلد تويستد بير مبدئياً تستعمل في اللانز هسا شوفوا هون كاتيجوري 5 بجوز بطل ويستعملوها من 20 سنة المستعمل حالياً هو الكاتيجوري 6A في هون 6 و 6A الـ 6A مش مبينة وفي عندنا 7 هدول التين تين المستعملات اذا بدك تعمل هسا شبكة غالباً رح تستعمل هات ورح تستعمل أو تستعمل هات غالباً واحدة من هدولة اتنين هاي واحدة الواحدة التانية إذا بالـ data rates هون مش 200 ميجا بيت بر سكند و 600 هدولة هسا 10 جيجا احنا عندنا الـ speed قاعدة بتصير 10 جيجا هون فإحنا بكثير أعلى من هيك أوكي الـ data rates ومش بس هيك في عندي هذا الثماني اللي بيش مبين هون الكاتيجوري الثماني هاي هاي ممكن توصل 40 ميجا بيت بر سكند على مسافة 30 متر أوكي ممكن تعمل 40 ميجا بيت بر سكند على مسافة 30 متر فإحنا مبدئيا كل ما بيزيد الرقم كل ما مواصفات الكابل بتصير أعلى وبالتالي كل ما إحنا وضعنا بيصير أفضل من ناحية سرعاته هيك أوكي إذن هاي النقطة اللي عنا اللي أخذه كل كاتيجوري قاعد بيصير عليها تحسين الكاتيجوري اللي قبلها فيعني هون في عندي هاي بجوز أول وحدة الكاتيجوري ثري أول كاتيجوري بنستعملها بالشبكات كانت 10 ميجا بيت بر سكند هذا حكي كثير 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 زمان أوكي بقبل ما تخلقوا أوكي هذا صار له عشرات السنين قبل ما تخلقوا هاي التوكن رينج استعمل صارت 20 ميجا بيت بر سكند التوكن رينج تبعت الـ IPM وبعدين عندي هون صارت تزيد السرعات زي ما إحنا شايفين هسا الكاتيجوري 7 هاي هي جاي هاي شيلدد سكرين تويستد بير هاي تختلف عن الـ STP اللي عنا هاي شيلدد سكرين مش شيلدد تويستد بير فهاي إشي مختلف هاي واحدة من تصنيفات الـ Unshielded هسا بيزيكلي شو اللي بيصير هون كل ما إحنا نتقدم لقدام كل ما بيصير في عنا مثلا الـ Pair بتكون مغلفة بقصدير بتكون محطوط عليها إشي على أساس إنه يحميها أو الماتيريا اللي شوي اللي مصنوعة منه صارت أفضل وهيك إذن هاي بشكل عام هسا بدي أقول لكم شغلي إنه هدول بيصنفوهن بناء على ما يسمى بالـ AWG الـ AWG stands for American Wire Gauge الـ American Wire Gauge بتقول هاي عبارة عن معيار لها سماكة معيار سماكة الـ Conductor الداخلي كل ما كان أسمك كل ما كان أجود كل ما كان أرفع كل ما كان أقل وجودة فإحنا منقول كالأتي إنه مبدئيا في عندي معيار للـ Twisted Pair اسمه الـ AWG هذا اللي بيوصف السماكة إذن مبدئيا هاي الأكثر استعمالا أكثر إشي مستعمل للـ Local Air Networks هو عبارة عن الـ Twisted Pair ليش؟ لأنه مبدئيا هو بظل أرخص من هدلاك الـ Coax والـ Fiber وهو يسمح بمسافات قصيرة على المسافات القصيرة يسمح بالـ Gigabits Per Second يعني لما منقول إحنا على مسافة 30 متر بتقدر تعمل 40 Gigabits Per Second على مسافة 30 متر 40 Gigabits Per Second طيب إحنا فيه كثير جدا من الـ Local Air Networks ما بدك أكثر من 30 متر يعني إذا أنت بدي تحط Local Air Networks جوه المختبر قديش أطول المسافة ممكن تكون 10 متر بجوز ما فيش 10 متر في المختبرات شراحيك 10 أو 12 متر مش رح تصل 30 جوه المختبر أكيد مش رح تصل 30 فلي قصد إنه لما منحكي عن مسافات قصيرة منصير نحكي عن سرعات هائلة في الـ Local Air Networks باستعمال الـ Twisted Pair هسا هي من جهة رخيصة من جهة ثانية متوفرة يعني بكثرة والكل بفهملها يعني مش إشي عبارة عن إشي صعب مش متداول بفهمولوش الناس يعني مثلا الفايبر مثلا بكثير أحسن من ناحية سرعات ومواصفات من الـ Local Air Networks لكن مين بيعرف يتعامل مع الفايبر كلها جدا المتخصصيين اللي بيعرف يتعامل مع الفايبر المنتنس طبعه صعب والكوز طبعه عالي بس حتى لو الكوز طبعه واطي المنتنس طبعه صعب بينما بالنسبة للـ Local Air Networks الـ Twisted Pair الكل بفهم فيها مشان هيك هاي المستخدمة بكثرة على أرض الواقع لهون إحنا ملاح حدا يسأل إيه دكتور لازم نعرف الفرق بين كل كاتيجوريو لا 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 هاي الأرقام بتحفظهاش والتفاصيل هاي بتحفظهاش ما بتحفظ يعني ما تقول لي واحد يحفظ عن ظهر قلب improved cat 2 used in lands cat 3 مش عارف إيش ما تحفظ لي أنا إذا بدأ جيب لك سؤال بجيب لك على الفهم أنا بجيب لك الفهم بقول لك ليش هاي popular مثلا الـ Twisted Pair popular شو الأسباب دكت كلي إنه popular لأنه مبدئيا هو بيسمح بسرعات عالية جدا بالمسافات القصيرة واللوكلر مسافات القصيرة صيانية أحسن ومعضب الصيانية أقل ماشي الصيانية أقل يعني الصيانية أسهل كل بفهم بالصيانية يعني إيه يعني بدي أجيب لك إشي على الفهم مش إشي بدكتوه على جوجل فاهم بسا يعني المعلومات ما بدي تحفظ حفظ عن ظهر كل لأنه إنتي بتقدر في أي لحظة عن جوجل بتطلع بس بدي تربط الأشياء ببعض مشان نقدر نقول إنه أوكي إنتي صار عندك فكرة عن هاي transmission media طيب إذا هاتي حكي مفهوم بننكمل لك قدام هدول الـ RG45 هدول هن الذكر والأنثى تبعات كيف ممكن نركب هدول هدول شوفتوين هدول إنتي لما بتمسك هاي بتكبسها وبتحطها في الفيميل وبتفلت صح ولا لا شوفتوها هاي عندكم على الـ Ethernet طبعا بس هاي مستعملة بكثرة على الـ Twisted Pair لأنه الـ Twisted Pair مبدئيا هو مستعمل في الـ Ethernet الـ Local Air Networks السواد الأعظم الـ Local Air Networks هي شبكات الـ Ethernet والـ Ethernet بستعمل هاد الـ Connector الـ RG45 هو الـ Connector التقليدي هذا مستعمل عنا كمان في الجامعة وفي الـ Network Lab على خير وسلامة رح إحنا نفرجيكم كيف ممكن تقطع هذا الكوابل وتعمل يعني تقطع وتعمل هذا تركب الـ شو اسمه الـ Connector مش هان تبكى تشبك على الشبكة إذن هاي الـ Skill الـ Skill البسيطة تتعلمها بعشرة دقائق يعني مش هال الـ Skill الصعبة إنه كيف ممكن بتحط الكوابل وتكبسهم وهيك يعني هاي كصة كصة سهلة نشوف كيف هاي بدأت تصير هذا بالمختبر أوكي إذن هاد بالنسبة للـ Connector تبع الـ UTP الآن غير عن هيك في عندي أنا مواصفات الـ Performance تبعه كيف هو يخفض فيه الـ Signal على المسافة هسا بتعرفوا أي إشي بتبثه أي Signal بتبثه بأي وسط بعد فترة زمنية معينة بعد مسافة معينة بصير يخفت هذا الخفتان هو اسمه الـ Attenuation أو اللص يعني اللص هو إنه كدهش بخسر هذا السيجنال من من قوته أوكي هسا بعد ما يخسر كثير من قوته ببطل تقدر تعرف شو كان المطلوب منه يعني ببطل نعرف إحنا شو هذا منعرف شو الأصل تبع السيجنال فطلعوا اللص بصير بوحدة اللي هي ديسيبيل على الكيلومتر شو ديسيبيل ما ركعت عليكم هاي الكلمة ديسيبيل ولا لا آه أنا ما ركعت علي مركعت علي وحدة وحدة ميش هاي هاي طلع هي وحدة جاي باللوغاريثم طلعوا عشرة فلوغاريثم ايوة بالضبط هي عشرة لوغ عشرة بي ون على بي تو مثلا اللي باور الأول على الباور الثاني فإحنا لما منقول إنه ديسيبيل يساوي عشرين شو هاي معناها يا جهات شو معناها لما بيكون اللص عشرين شو هاي الحاكي معناها معناها إنه على أرض الواقع بي ون ستة عشر ستنة شوي إنه الباور بالبداية والباور بالنهاية نزلت مئة مرة ليش؟ لأنه عشرة لوغ عشرة بي ون على بي تو إذا كان هاي تساوي عشرين معناته الفرق تبع بي ون و بي تو هو مئة مرة أوكي؟ صحيح صحيح فإذن هاي بدنا نأخذها بعين اعتبارنا هذا اللوغاريثمي من سكيل مش سكيل عادي أوكي؟ فتطلع هون اللي بصير شو كل ما بتزيد الفريكوانسي يا جهات بزيد عنا الاتنيواشن كل ما بتزيد الفريكوانسي بزيد الاتنيواشن شو الاتنيواشن؟ بزيد خفضان السيجنال تبعنا فإحنا عنا هون في طلع على الألف صرنا واصلين على وين؟ صرنا واصلين هنا على عشرة وهنا صرنا واصلين على عشرين يعني على الألف كيلو هيرتز على الألف كيلو هيرتز لا هاي مليون لأنه هاي ألف ألف الألف صرح ولا لا لأنه هاي صرح الألف تبعت الكيلو هيرتز مش تبعت الهيرتز فهاي على الألف يعني هاي على الميجا هيرتز على الميجا هيرتز ما منصل لهاي النقطة منصير نحكي عن كديش منحكي عن مثلا مئة مرة السيجنال طبعا بنزل طبعا هذا كثير كبير ولكن هاي كمان بتعتمد على المسافات لاحظ هون شو بيقول للكيلومتر بس إحنا ولا مرة في اللوكل ما منمسك ومنمسك كيلو صح ولا لا صح ولا فإننا مسافة كيلو في اللوكل يعني عادة المسافات بكثير أقل بنحكي عن أمطار وماكسما مع شرات الأمطار ففإش عنا إيش يسمو كيلو مش عن هيك إحنا منصليش لهذا الرينج هاي نقطة النقطة التانية نلاحظ إنه هون كل الجيج هاض في مربوط مع السماكة واللي صار كل ما بزيد الرقم كل ما قلت السماكة كل ما بتكل السماكة كل ما بزيد الاتنيواشن فإلو بدي أخذ نقطة واحدة هون الجيج 26 أسوأ من الجيج 24 أسوأ من الجيج 22 أسوأ من الجيج 18 لأنه إحنا كل ما مننزل كل ما منطلع لفوق كل ما بصير السماكة أقل بتصير السماكة أقل بتصير الجودة تبعت الكابل إذن هذا هو مبدئياً بالنسبة لهذه القصة لاحظوا إنه هون كل ما منزيد إحنا لما الجيج بزيد بواحد مبدئياً تقريباً 10% بينزل كل ما بتزيد واحد هون من 18 إلى 19 تقريباً 10% بينزل عندنا إذن هدول النقطين بالنسبة لعلاقة الاتنيواشن بالفريقونسي وعلاقة الاتنيواشن بالجيج هدول النقطين مهمات هدول المهمات وهدول ننقارنين كمان شوي بمين؟ ننقارنين بالكوأكس بالكوأكس وبالفايبر أوبتيكس هدول يعني فيه إشي ب كومون ما بينهم رح نشوف كيف ممكن انقارن ما بينهم إذن إذا هاد لحكي مفهوم فيه أي سؤال قبل ما روح على الكوأكس دكتور حطنا نقطة هين وقرألنا إياها وشو معناها بالنسبة للفريقونسي طلع إذا أنا كنت على 100 كيلو هيرتس بكون عندي أنا قديش هون قريبا ثلاث بدل حط هون ما عرفش إذا ثلاث يعني هاي بتكون الاتنيواشن تبعنا مثلا ثنين أو ثلاث مثلا وطلع هون الاتنيواشن ثنين أو ثلاث بتقدر تحطه يا جهاد في المعادلة عشرة لوج عشرة P1 على P2 وتعرف بالزبط هاد فرق الباور كديش يعني هون على 100 كيلو هيرتس كديش ممكن تضعف الإشارة على الكيلو متر لكل كيلو متر آه تمام إذا هيك عملت بتشوف إنه على 100 كيلو في عندك هون الاتنيواشن 18 مواصفات معينة الاتنيواشن إذا بتيجي لهون لاحظ إنه أكثر من ضبل بتصير على نفس النقطة بتصير أكثر من ضبل بالنسبة للاتنيواشن لما بيكون الاتنيواشن يعني بسوأ السيجنال على الكيلو متر أكثر من الضعف أوكي يعني اسمع مش بالضعف أكثر من الضعف لأنه هاد أصلا مش عادي لسكيل هاد أصلا لوغارتني هاد أصلا لوغارتني لما بتصير إنت هون هادولا مش مش متوافقات يعني كثير بزيد يعني ممكن إنت تطلع الفرط كديش رح يكون إذا أنت بتزيد على نقطة معينة بالضبط كديش بدي يطلع أوكي آه تمام تكتور فهي هاي القصة بتصير عندنا هيك طيب إذا هاد حكي مفهوم إذا هاد حكي مفهوم نيجي الآن على الكو أكس دكتوري شوف بيبانه لبيته إحكي الباور منين منجيبها منين بتجيبيها هاي جيفن الباور انت بتقيسي كيف هذا كيف بيعرفوا الأتنيواشن مين سألني صحة صحة كيف بيعرفوا كيف هذا حسبوه كيف أطلعوا الجراف هاد كيف أطلعوه هذا قاسو يعني حطوا الباور حطوا إشارة على بداية الكابل وبعد كيلو كاسو ولما نحط بالأول وحط بالتالي تبين عنده أنه عندنا هاي هاي القيم احكي سهان آه تمام فكرت بدك تطلبهن مننا بالامتحان لا لا يا عم انت انت افهمي سهى أنا هاي الشغلة شغلة الامتحان هاي أكتر شغلة مزعجة انت افهمي وتنسي الامتحان احنا يعني أهم شي بالدراسة انه الواحد يفهم هذا الامتحان للأسف الشديد بدنا طريقه للتقييم بس هو مش الاشي الرئيسي اللي بتيجو عنده على الجامعة فيه للأصل انك انت بتيجو مشان تطلعوا بمخزون معرفة ومهارات معينة فهون بدي تفهمي انه هاد كيف رسمو انه اكيد كاسو على كل الفريكوانسيز اللي الباور بالأول وبالآخر وطلعوا معهم هاد الجرافص بالنسبي لي ولي كاسوها احنا منكون بطلعوا هون في هاي النقطة مثلا عندي اثنين في هاي النقطة ثلاث اسمعي هو ثلاث ولا ثلاث ربيع ولا ثلاث ثلث ولا ثلاث ونص مش رح تفق معي بس يعني الرينج تبعي مثلا هو بين الاربعة والستة بين الاربعة والتمانية مثلا وهيك الرينج بدي يعني انا مش رح اطلب منكم بتحسبوا هون معادلات ولازم تكون دقيقين وكده هنا بدي الفكرة العامة انا كل ترانسميشن ميديا حصة ونص فقط لغير طيب واحكي يا سواء ها تمام دكتور طيب عندي النقطة التانية اللي هو الكواكس كابل الكواكس كابل هاد هو الكابل اللي بتشوفه هذا بيكون الو انر كوندكتور وبيكون فيه هون زي عازل لونه ابيض حدا بشافه هاد عازل ايك كاسي الفلين مجرد زي اه اه بالظل وهنا بيكون فيه علينا في عندنا هدولا الاسلاك اللي جاي على شكل شبكي جايات عشبكي جايات بالطول وبالعرض هدولا حادات يعني بتمسك بغلط ممكن يجرح هاد مش ممكن يجرح لانه هاد ناصح الكابل الكوندكتور هاد ناصح اوكي وهذا الكوندكتور اللي عمرو مسكوه هاد الكوندكتور هو قاسي كمان مش به السوري بتقدر تتعجو اوكي هذا الكوندكتور وهنا عندي انسوليتر اتنين وهنا عيننا الاؤوتر كوتي بسلاحظوا بالتويستد بير لما انا بدي امر امدد انا تويستد بير بين نقاط ونقاط اذا كان ما بين النقاطين في داخل المختبر غالبا بيكون عندي انا غالبا بيكون عندي انا اربعة تويستد بيرز اربعة تويستد بيرز مع بعض جاية في كابل واحد غالبا بيجين اربعة بكابل واحد هذا كل كابل بيكون فيه واحد على حدة يعني اذا ادي الكابل واحد تويستد بيرز في تمام اسلاك هذا بدنا تمانية من نعم بدنا تمانية من هاض لا 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 استنى هنا مفيش الا واحد استنى مفيش اشي معادلة هذا الو استعمالات هذا استعمالات استنى اذا مبدئيا هادلاك بيكون هيك هشات سهل انه الوحد تعمل معه هادلا بيكون كاسي هادا تبع الساتيلايت هادا منحط له هون كونكتر رح تشوفوا تبع الساتيلايت كمان شوي كونكتر شايف كيف شكله وهاد اللي منستعمله مبدئيا للساتيلايت زمان هادول الكوابل كنا نستعمل في بس طبعا ببطل نستعملها هاي الكوابل في بطلنا نستعملها بجوز منستعملها هسا اكثر اشي لايش مشان في الدول المتقدمة كان فيه لتدور اشي اسمه كابل تيفي الكابل تيفي كنت يعني موجود في اسرائيل هادا الكابل تيفي بيكون انه انت بتاخد اشتراك بعدد معين من المحطات بناء على المبلغ الشهري تبعا مثلا بتقول انا بدي احضر كرة قدم بحطوك اشتراك في محطة كرة قدم مقابلة 10 شكل بالشهر مثلا فهون بيكون في عندي عدد معين من المحطات تنبث وانت بتاخد وتدفع على المسموح هاي واحد هون بيستعملو هاد مثلا مشان تحط لحد 10 الاف مكالمة تليفونية بيسمح ل10 الاف مكالمة تليفونية بنفس الوقت هذا بشكل عام مواصفاته اعلى من ومشان هيك بشكل عام الباندويت تتبعه على بس بس بالمقابل التنيواشن تبعه كمان اعلى يعني هو افضل من ناحية واسوأ من ناحية افضل انه الباندويت تتبعه على بس من اسوأ من ناحية انه التنيواشن تبعه كمان اعلى هاد لانه احنا بنستعمله مشان مثلا نحطه بين بالحارة ومشان نحطه نوصل التليفونات او سوري كوابل نوصل تيفي للناس فهذا راح يكون عنده مسافات طويلة مشان هيك عادة هذا النوع من الكوابل من نحط له ريبيترز هذا من نحط له ريبيترز الريبيترز نحطه لانه هذا بشكل عام استعمالاته للمسافات الطويلة مشان هيك جاي جاي بده ريبيترز من جهة ومن جهة ثاني الاتنيوويش انتبعته عالي بده ريبيترز على مسافات معينة لما نكونا نشتغل الفلان عليه هذا كان الوبر ريمت كله مئة وخمسين متر او متين متر لا اذكر هسا اذا الوبر ريمت تبع الشبكة كلها لازم يكون مئة وخمسين متين متر وبتكون انت هون قطعت توصلت الاشي المطلوب طيب اذا هاد بالنسبة لشكله الخارجي في حدا عنده عنده اي سؤال لهون قبل ما رح الساعد البعض ما فيش اذا هاد بيجي بتصنيف جديد مش AWG في عنده RG اسمه Radio Government هذا بيجي له ارقام تسعة وخمسين تمان وخمسين احداش اللي مش هتحفظها ما تحفظ ارقام مش مهم ما بدي تعرف انه هات خمسين اوم ولو خمس سبعين اوم المقاومة تابعته هاد اللي كوني نستعمله ثن ايذرنت تمان وخمسين اللي هو جاي على خمسين اوم على ثن ايذرنت وفي كمان ثيك ايذرنت كان كله خمسمائة متر يوصل الثيك ايذرنت بس انا هاد ما استعملته انا اللي اللي ما رك علي هو هاد في الزمنة اوكي وهاد الار جي 59 يستعمل في الكابل تي في اوكي اذا الشيل تبعنا هاد الشيل طبعا هاد صار لنا عدة طبقات ومشان هيك هاد يعني جيد فيما يخص بالعزل وضعه منيح كثير بالنسبة للعزل اوكي طيب اذا هاد الحكي مفهوم اذا نتطلعه بدي تعرفه انه هاد اللي هاد من نوع تاني مش هذا بتكون كونكتر اسمه البي ان سي هاد انا استعملته الكنكتر ما تحفظ ليش هاي الكلمة والسبلنج تبعها لانه انا بنسى اوكي هاد الوحدي واللقلتين ما بهمكاش اوكي هاي مش مهمة بس البي ان سي كونكتر تعرف انه بي ان سي هاد مهم ليش لانه هاد بيكون شكله كالاتي طلعوا هاد هيك الكنكتر بس يكون هاد كلنا هون الكابل اللي عنا نلحمه مع الكنكتر وبعدين نعزله اوكي وكنا نشتغل بهذه الطريقة سهون في عندي انا الكنكتر في عندي بي ان سي كونكتر عادي في عندي تي وفي عندي بي ان سي ترمينيتر هاد بيجي اله هذا منلحمه لهون ومنعزل بعدين هاد الكنكتر بدي ياتي لايش مشان هون في عندي بيجوز جهاز بيجوز بدي اطلع من هون لجهاز اذا بدي اطلع من هون لجهاز كديش المسافة راح تكون حد اقصى متر من جوز 30 سنتي 50 سنتي متر بس يعني من هون لهون اشي قليل للغاية وهاي منحطها طبعا هاي البامب منحطها هون ومنفرقها يعني منديرها يعني لما بتفرقها هاد بتفرق التي في الكابل راح تمسك هاي البامب هون طبعا يعني بتحطه بتلف بتحط التي وبتلفه بصير هذا البامب موجود هون بيمسك الكابل خلص ببط الكابل يتحرر بط الكونكتور يتحرر هسا على ناحية تانية اما بيكون كابل ثاني او في نهاية الكابل كله بديكون عند الترمينيتر بعدكم تتذكروا ليش الترمينيتر اه اه عند كل جهاز كنا نحطه لا مش عكل جهاز انه لاخر الشبكي اه لاخر الشبكي ليش اه اغفعي صوتك اغفعي صوتك ما فيم تكيش اغفعي اشان انه نعرف اذا صار فينا خطأ عشان يقلوا اه مزبوط يعمل اي 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 اشان يمتص مثلا الموجات اللي بتبقين بعد لاجهاز يرتد بين هذا بيمنع الارتداد بمنع ارتداد السيجنال بيمتص السيجنال الترمينيتر بيمتص السيجنال اللي جاي هون لا مشان ما ترتد اذا بترتد الاشارة معناته ببطل امكاني الواحد يبعته ياخد على هذا الكابل اذا هذو الهدف من الترمينيتر اوكي طبعا هذا خمسين اوم ليش مثلا اذا بديكون خمسين اوم او مش عاقب ايش او كدش او بديكون بحسب الكابل هذا خمسين اوم عاقب بديش تلعى نفس الاشي اللي انا طيب اذا هذو مبدئيا ال 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 غير عن هيك في عندي بعد الرسمي هاي هاي الرسمي شو بتقول بتقول انا عندي هون كمان مرة في ال ال الفريقونسي وهنا في عندي الاتينيواشن عالديسيبيل لكل كينيمتر وهنا عندي سماكة السماكة عندي ونفس الشيء بتضلها الامر نفسه كل ما بتقلل السماكة كل ما جودة السلك بتكون اقل كل ما بتصير الاتينيواشن اعلى وطلع هون هسا احنا هناك كان عندي انا في التويست وصلت للالف وصلت للالف وكان عندي معقول الارقام هسا طلع هون علمية ومش علمية طلع هون بجوز على بعفش كديش هده الرقم هون 20 30 لا هون بجوز 30 مثلا اذا عال 30 تطلع شو ممكن يصير عندك هون تقريبا 15 20 وهون صار عندك في الثلاثينات هون الرقم بالثلاثينات يعني الاتينيواشن كثير عالي بالثلاثين يعني شو يعني الاتينيواشن 30 أو 35 30 معناها 1000 الفرق بصير 1000 عندنا اوكي فإحنا بصير هون عندنا الاتينيواشن كثير عالي إذن هون بصير عندنا الاتينيواشن طبع هاد بكثير أعلى من التوستيد بير مشان هيك بدو ريبيترز هس ايات هاد الحكي بدو ريبيترز لأنه إحنا منستعمل كواكس للمسافات الطويلة ما منستعمله مسافات قصيرة عادة فغالبا منستعمل عليه الات شو اسمه منستعمل عليه ريبيترز إذن نحط مسافات دكتور لو بدون ريبيتر أكم مسافات قصيرة مو المشكلة بدون ريبيتر إحنا طلع شو ريبيتر إذا أنت من عند التلفزيون للدار من التلفزيون للظاهر الضار هادول قديش متر خمسة متر سبعة متر هادول مش قصة بس لما أنت بدك تودي كيبل تيفي والكيبل هاد بدي مرعى كل الحارة أو بجوزي مرعى كل المدينة بهاي بديو ريبيترات مش ريبيتر عطفا إذن هاي محسوبة إليها طريقتها إنه كل قديش تخط ريبيتر أوكي ها بهمناش حاليا بعتمد عنه على الابليكيشن لأنه إذا إنت بدك تخط كيبل قصير مسافة عشرة متر وخمسة عشرة متر وعشرين متر بجوز ما فيش داعي لريبيترات يعني بتضلك أنت بالسليم لأنه بهاي الحالي بجوز هون عندك للكيلومتر بتكون بجوز موجود هون بجوز تكون موجود في مسافة كثير قريبة أوكي على على الصفر أوكي إذن هذا بالنسبة للكو أكسي الكابل والثالث اللي همين الفايبر أوبتيكس لأن هذا الفايبر أوبتيكس بده أكثر شوية اهتمام الفايبر أوبتيكس بده أكثر اهتمام ليش لأنه الفايبر أوبتيكس هذا فيه بيجي منه أنواع أول شي كلولي ها شو رأيكم الفرق الرئيسي ما بين الفايبر أوبتيكس وما بين هدلاك الاثنين مع بعض الكواتس والتوست سرعة سرعة نقل الطوقة قبل 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 السرعة قبل السرعة أنا مصنوع من الكوبر وهذا مصنوع من اللاي صاحي ها أول أول إشي بيخلف بفرق بشكل مباشر إنه هدلاك الاثنين معمولات من المعدن بينما هاد بيكون معمول من الجلاس أو البلاستيك هاد بيكون معمول من الجلاس أو البلاستيك ها أول نقطة. النقطة الثانية اللي عنا إنه هاد زي ما قلت يا جهاد بيستعمل الضو وهذا لك بيستعمل Electromagnetic Signal اللي هو مختلفة تماما بصفاتها عن هاد بإيش يعني كيف مختلفة أنت على الضو ما بتقدر تأثر بالElectromagnetic Interference يعني تحط هون أي حدا يشوش ما بيقدر يعني لأنه هاد ضو ما بتشوش عليه بالElectromagnetic Interference ممكن نحطوه بينما هاد لك الثنين سواء كان الكوكس أو الPosted Pay ممكن الواحد يأثر عليهم إذن هاي أول نقطة خاصية من خواص هاد الضو اللي بمرك جوات الكابل هو ما يلي إنه هاد الضو مبدئيا بيمشي بستريت لاين إذا كانت السبستنس تبعتنا يونيفورم شو يعني؟ يعني هاي بدي يكون عندي أنا هون غلوس مثلا أوكي أو هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن بلاستيك أنا مبدئيا بيمشي الضو بخطوط مستقيمي ما دامت هاي الدنسيتي ثابتة وبصير الخط مش مستقيم إذا هاي الدنسيتي مش ثابت شو يعني الدنسيتي مش فعلة؟ يعني الكثافة المادية هون تختلف عن الكثافة المادية هون واضح لله يا سوها؟ آه دكتور واضحة بيمشي بخطوط مستقيمي فقط إذا كانت المادية مالها uniform substance طيب هاي سيد اللي بيصير عنا بعدها ما يلي هون في عنا آه في عنا ما يسمى بالانكسار بالعربي refraction كلمة refraction معناها انكسار هاي إذا إحنا بنطلع من كثافة لكثافة يا سوها بتغير الـ direction تبع الشعاع يعني أنا بطلع من كثافة عالي لكثافة واطي ممكن بدو تغير المسار بدو يصير هون عندي انكسار وبطلع مثلا لبر واضح يا سوها؟ آه دكتور واضحة طيب يا سوها تطلعي هون في عندي مصطلحين الانكسار اوكي إذا بطلع لبر أو بمشي على هاي تطلعه هون في عندي two substances واحد اكثر دنس واحد يأكل دنس إذا انت الانكسار معنى أنه أنا يا بطلع لبر يا إما أنا بمشي مع الحد الفاصل بين الاثنين هاي الانكسار reflection الانحكاس كل الاشارة بترجع لجوات جوات ايش؟ جوات الline كل الاشارة بتنزع جوات الكابل تبعنا بترجع بترتد بالكامل إذا هو ارتداد ال reflection مش انكسار طيب إذا هاي النقطة رقم اثنين نقطة رقم ثلاث من كل كلات يتطلعوا هنا في عندي زاوية اسمها critical angle هاي critical angle وهاي الزاوية اللي ببث فيها أنا اللي ببث فيها أنا اسمها angle of incidence الآن angle of incidence اللي هي اللي ببث فيها أنا لهون إذا كانت critical angle بتطلع الغيلة برا وإذا عملنا الكريز الزاوي أكبر من critical angle وبثينا هيك بترجع كلها لجوا واضح يا صراحة ولا لا هذه كتير واضح بس لا لا هذول بنية هنكون نستعمل الناس قدام شوية دقيقة بس احنا اكيد هذا بنية شيئة صح هذا بنية شيئة لأنه ضعت الإشارة جزء من الإشارة ضع لما أنت أطلعت برا ما هت راح الإشارة احنا شو بدنا يرجع لأنه يمشي من نقطة لنقطة موصولة على الكابل يعني هون طلعي هذا مظبوط جزء من الكابل لكن هون يزيط على برا هيك وخلص يعني ما يرجع على الكابل طيب إذن هون عندي أنا بصير عندي ل شو نسوي له نطعجه هسا نشوف كيف نطعجه هات يعني نعمل نطعج الكابل نطعج ال كالآتي إذن هاي كلها فهمتوها الآن اللي بدن نسوي كالاتي طلعوا أنا عندي غالباً بيكون السندر موجود هون السيري سيفر موجود هون وأحنا في عندي كور اللي إلها دانستي ثابتي الكور كلها باللون الأزرق دانستي ثابتي واللي باللون الرمادي إلها دانستي ثاني فاللي بصير إنه أنا عندي ببث هون بزاوية معين لأنه دول بيختلفوا بالكثافة بدو يرجع لهون برجع لهون برجع لهون بهذه الطريقة حتى يصل للنهاية إذن هيك هيك ممكن يصير عندي أنا وهون بيصير عندي أنا ريف لكشن ل شو يسمون مشان نصل من النقطة البداية للنقطة النهاية طيب إذا هاد حكي مفهوم النقطة اللي بعدها النقطة اللي بعدها إنه أنا عندي أنواع من هذا الكابل الكابل هاد فيه عندي نوعين رئيسيات single mode و multi mode وهذا المالتي mode بيجي منه نوعين graded index step index graded index step index هدول هدول فيه المواصفات اللي هسأ بدينا نحكي فيه أول واحد هو من المالتي mode step index إذن هن هن كلين ثلاث المالتي mode step index جوات الكابل و step index معناها إنه فيه زوايا هون طبعهم فيه زاوية وهنا فيه زاوية يعني يرتد بزاوية هاي معناها step index اوكي هسأ إذن مالتي موط فيه أكثر من شوعة جوال الكابل step index فيه زوايا عندي يعني فيه عندي sudden change في الغير لهون مليح ياسوها هاد هذا النوع هاد النوع سوها بتوافقي معي على ما يلي بتوافقي معي إنه بحسب وين أنا بعمل الانكسار بدو يختلف الوقت الوقت اللي بيصل فيه هادول components تبعات السيجنال بايش بيساوي الوقت هاد قصدي المسافة اللي بيقطعها الري الأول بتختنف عن الغير الثاني غير عن الغير الثالث ولا لا ياسوها المسافة اللي بيقطعها مختلف لأنه الزوايا هون مختلفة وكل ما عملنا زاوية حدي أكثر كل ما بيقطع أكثر صح ولا لا ياسوها بلى صحيح معنايته معنايته شو رح يصير عندي رح يصير عندي إشارة وفي إشارة بدها تصل وفي مسافة بينهم هذا بيسمو dispersion أنا عندي هون المشكلة إنه dispersion تعني إنه مش كل تبعات السيجنال وصلت على بنفس اللحظة فبيصير عندي أنا كأنه للسيجنال لأنه مش كل واصلات بنفس اللحظة فهمنا يا سوها آه دكتور طيب إذن إذا ها نحكي مفهوم هذا النوع الأول هذا النوع الأول يعتبر هو الأسوأ النوع الأفضل منه شوي هو ما يلي وأنا هون بسويش هاي المسافة كلها نفس الدنسيتي بخلي الدنسيتي هون عالي والدنسيتي فوق واطية فبيصير بالشعاع الشعاع بصير فيه إنه بنطعج ليش بنطعج لأنه بده بنطعج لأنه إحنا شوي شوي غيرنا الكثافة هون غيرنا الكثافة بشكل حاد ياسوه هون كله نفس الكثافة بمشي بخط مستقيم بس هون كثافة ثانية تماما شو عملنا فيه عملنا نوع الكثافة تدريجي بحيث الكثافة الأكبر هون والكثافة الأقل هون لفوق وطبعا لحظة إنه هنا تماما مختلف الكثافة لأنه فاللي بصير إنه الغي تبعنا بمشي هيك أوكي وبعدين بنطعج وبدخل هيك بنطعج بنطعج وهيك وهيك هسه هاد الحكي بيقدي إنه الأطوال اللي بمشيها بتصير متقاربة أكثر من هون الأطوال بالتالي من ناحية هاد هاد أحسن من لأنه تبعات السيجنال تصل إلى حد ما مع بعض أوكي إلى حد ما مع بعض مشان هيك منقول إحنا مننزل الموديل طبعا أكثر إذن هون عندي أنا هون عندي إيش مننزل الدسبرجن في هذا الفيبر وبالتالي بتصير المسافات عندنا يعني أكثر متقاربة وبالتالي بشكل أحسن إذن هاد إسم ليش اسمه مالتي مود لأنه أكثر من إشارة بتدخل أكثر من وليش اسمه لأنه عندي الكثافة متدرجة الكثافة متدرجة لهون إحنا بلاح أو لا آه تمام دكتور عظيم في عندي سينجل مود سينجل مود شو المفروض يكون من اسمه إنه بس شععة واحد بس رائد هو على أرض الواقع مش شعاع يا جهاد هو مجموعة من الشعاعات ولكن اللي بيساوهم يعني هو زي هاد بس شو الفرق بينه بين هاد إنه المسافة هاي زغروها جدا هاي اللي هي الكور زغروه بالحجم فكيف ما تبث صار تقريبا يمشي بنفس المسافة فهمت يا ولا لا هو مظبوط زي ضغطوهن على ضغطهن هم نزلوا سماكة نزلوا سماكة الكور لما نزلوا سماكة صار كيف ما بثيت أنت بيصل تقريبا نفس الوقت ببطل عندي مشكلة فهو شكل كالآتي تطلع هون تطلع هاي ناصحة وهاي ناصحة نفس السماكة هون بس طلع هاي شو عملوا فيها هون زغروها كثير الكور زغروه فاللي بتصير لما هوا هذا المفروض إنه في زوايا بس هالقدي صارر فيه إنه تقيم هسا طلع بالنسبة هاد الصور هاد الديستينيشن طلع هون الديستينيشن شوي اختلف عن الصور صح لأنه بصلا بأوقات مختلفة هون صار أفضل في صار الوضع أفضل لأنه صار هو أعلى كواليتي هون طلع هون بكثير مليح مقارن تمام الول اتنين الباقيات هون صار كثير مليح واضح تماما السيجن فإذا السينجل اندكس هو السينجل مود هو الأفضل أوكي السينجل مود هو الأفضل الديامتر طبعه أقل أوكي سمع إنه هو بما إنه هو مع إنه ستيب اندكس مش مكتوب بجوزهم بل هاي مكتوب ستيب اندكس فايبر بس مع ذلك هو بيمشي تقريبا مع الخط لأنه هالقد صغيري الكور إنه ما فيش مجال كبير للزوايا يعني الزوايا مهما كانت بالنهاية يبتصل مع بعض حدا يسأل عظيم ما فيش أسئلة النقطة اللي بعدها نشوف البرفورمانس تبعه وهذا البرفورمانس تبعه غريب آه قبل 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 ما نروح على هذا نشوف كيف بنعمل هذا سفي عندي أنا الكور الكور في وراها اللي اللي هو التغليف تبعته وعندين في عندي هون بلاستيك بفر وفي عندي هون مادة يسمها الكيفلار وهنا في عندي الأوتر جاكت الآن هذا مشكلته الرئيسية شو لازم تكون يا جهاد شو المفروض يكون المشكلة الرئيسية تبعته الفايبر كسر مثلا أيوة إنه هش هذا المشكلة الرئيسية تبعته المفروض إنه هش ليش لأنه هذا رفيق جدا جدا الفايبر زي الشعر وبجوز أرفع إذن هذا رفيق هش معناته فشو منسوي فيه منغلف بكفيش منحط له مادة اسمها الكيفلار هاي المادة في حدا مسمع فيها الغريب إنه الشعب اللي مضط في حدا جاوبني عليه صح وقع أنها بتحمل صدمات أو شي بس هيك هاي المادة اللي بيستعملوها في بيستعملوها في الواقل الرصاص هاي المادة بيستعملوها في السطرات الواقل الرصاص يعني كثير 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 صعب إنه هات تخترقه بالتالي هذا بيصير الكيفل كثير بسبب الكيفلار طبعنا وفوقه طبعا بيقع عنا اوتر جاكت إذن هاي عبارة عن الفايبر طبعا هسا الفايبر طبعا مش بيكون بطريقة إنه بيمدوا بس شعر واحد مغلف بهاي الطريقة بين هون ورمالة مش هيك بتصير هسا الجامعة العربية الأمريكية مش موكة على الفايبر الفايبر عندنا بيستعمل بفلسطين على شكل رينج في عندي رينج يعني في عندي أنا في عندي شبكة للاتصالات الوطنية الفلسطينية بنوها بجوز من قبل 20 سنة مجموعة هو كابل بلف على الضفة الغربية وهذا الكابل مش كابل واحد جواته يعني هو كابل بجوز يكون سماكته 7-18 سنت بس هذا السماكة بيكون فيه كثير شعرات مغلفة واضح يا سوها بيكون في جواته كثير شعرات مغلفة يعني مش شعر واحد مغلفين ومادينها على الضفة الغربية شعرات كثير في جو الكابل هاد لأنه هذا بيكون 10 سنت هذا بجوز يكون بعرفش يكون 0,5 سنت ايش زي هيك فلما انت بتحكي عن 10 سنت او اكثر بعرفش بالزبط كدش حجم الكابل بيكون فيه كثير شعرات طالعة لهون مليح اه تمام بكتو هس اسأل السؤال الكابل هاد بسمح انه نبعت بنفس الفايبر هاد لا يسمح في الاتجاهين بتود تبعث باتجاه واحد اوكي اذا منبث باتجاه واحد مشان هيك بيكون رينج لأنه اذا بتذكر رينج بيكون عادة باتجاه واحد رينج فانه احنا بنبعث من نقطة لنقطة من ريبيتر لريبيتر فمبدئيا هذا رينج موجود عندنا بفلسطين ويكون فياتجاه واحد طيب هون زي ما الوبرلمت لسرعة اقريبا بداش نقول في الشي بداش نقول في الشي بداش نقول الوبرلمت هالقدي عالي انه شو ما بتخط انت هذا الكابل بتحمل يعني في 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 الابراتوري انفايرومنت زمان الالف جيجابيت بر سكند كانوا بقدروا يصلوها يعني اذا بدك تبعث الف جيجابيت بر سكند بالابراتوري يعني بالمختبرات مشان شيكو كذا ما كان في مشكلة من زمان على الف جيجابيت بر سكند فهذا ببابل اعلى من هيك بعد بسهولة ممكن نحصل فمبدأيا هو السرعة تبعته كثير عالي مشان هيك الترددات المستعملة كمان كثير عالي طيب هذا من مواصفاته شوه من مواصفاته انه بأثرش عليه الانترفيرنس ما منقدر نأثر عليه من مواصفاته الترددات كثير تبعته عالي وهو دير بالكم هذا صديق للبيئة يعني هذا بطلعش منه اشي غلط للبيئة يعني بسويش ولا اي انترفيرنس لانه فيش جواته الالكتر ماغنتي كي سيغنال طيب هسا بدي اقول لكم شغلي انه هاد الكابل بشكل عام هو خطر مشان هيك يجب التعامل معه بحذر كيف هاد لانه عليه هاي فريكوانس اذا انت هو شغال مسكته من طرفه افترض انه مش مربوط وفيه داتا يعني قاعد فيه حدا بيبث اشي ومش مربوط ومسكت هاد وحطيته على عينك شو بصير بهالحالي تعرف انعم انعم لانه انت بتكون حطيت هاي فريكوانس على كورنية العين تشطب هذا بيشبهنا بايش تعرفوا انتو اللي بيشتغلوا بالحدادي بيلبسوا بيلبسوا خوذي لما بيجي يلحم صح ولا لا لانه في مثلا هناك نوع من الضو بطلع الالتا فيولت ولا مش عارف ايش بطلع نوع من الضو اللي بيأثر على الكورنية وبيسبب عمع على الاقل المؤكد تعرفوا او لا اذا انت بتطلع اذا انت بتطلع على اللي على اللي بيلحم لمدة نص ساعة بتبطل تشوف يعني ممكن يصير ان عمع مؤكد وانا بعرف صار في حالي انه واحد ما كانش منتبه وبجوز ثلاث ساعات راقب اخر الليل راح الطبيب اتصل في الطبوع طبعا العيون انا مش شايف مش عارف اروح الحمام بطلت اشوف يعني كوارث هاي طبعا هذا بيكون عمع مؤكد لانه يعني المشكلة مش تقريبا يوم بس هون بتعرض العين الغير يعني اللي مش مهيئة ل فهاي كمان نقطة نقطة تاني ليش هذا خطر لانه هاد كثير بيكون مدبب هذا بيكون كثير مدبب انا بقول هذا كمان خطر انه تلمسه يعني يدخل في الجسم يعني لانه كثير رفيع ومدبب يوز يفوت في الجسم كماده وبعدين هتقطبها اذا هاي بعض مواصفات الفائدة اوكي غير عنيك البرفورمانس وبالقابل هاي البرفورمانس بدوها عليها اذا في عندي هون انا الكونكترات بدي تعرفوا انه في عندي ثلاث انواع كونكترات واحد بيسموه الSC كونكتر هاي وشكله هيك هذا بيستعملوه الSC في الكابل في عندي الثاني للنتوك دين ديفايس اتسموه الSC زي هيك شكله طبعا غالبا انا بعرفش كمديش واحد منكم في المستقبل سيحتق بالفايبر اوبتيك كابل شكله مش كثير ناس منكم ستحتق فهذا مبدئيا هيك شكلهن مش هايك مجوز مليح تعرف كيف شكلهن على الاقل لاناك مش هتشوفه بمستقبل قريب وبعدين في عنا احنا اشي بيشبه ال-RG 45 بيشبه ال-RG 45 بس هاد للفايبر بيكون اسمو M-T-RG 45 اوكي M-G-RG M-T-RG الي هو هاد نفس الشكل او بيشبه الشكل تبع ال-RG العادي حدا يسأل ما فيش هسا بالنسبة للـ performance هاد غريب شوي تبعه ال- attenuation طبعا اول شي ال- attenuation تبعنا flat شوي يعني flat يعني مش طالع مع ال- frequency او نازل مع ال- frequency او كده وبعدين الغريب شوي في مواصفاته طلعوا يعني انا عندي بيكون اللي هي على 1600 ال- wave length طبعا هذا على 1600 مثلا ال- wave length بيكون اقل ما يمكن ال- loss طبعا اوكي هسا هون اذا اذا بتمشي هيك بتنزل بتزيد ال- wave length بتزيد ال- attenuation وبتقلل ال- wave length بزيد ال- attenuation يعني مثلا هاي شغلة غريبة لانه هاد لاك اتنين هاد لاك اتنين بيكونوا طالعين مع ال- frequency وين بتزيد على الشمال ولا على اليمين هون وليش ما هو علاقة ال- wave length بال- frequency ماركة عليكم هاي ولا لا ماركة ايش اذا اتطلعوا ال- frequency تساوي واحد على ال- wave length فانا هون بحكي في النانو سكان بنالو من النانو متر فانا اذا انا عندي كل ما اروح على الشمال كل ما بترتفع ال- frequency كل ما اروح على اليمين كل ما بت كل ال- frequency لانه هاد الرقم بكبر لانه ال- frequency واحد على فتطلع هون يعني هون عندي ال- frequency كتير عالية عندي خمسة ديسيبال على الكيلومتر هون قلت 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 انا قاعد بقلل ال- frequency وبكل عندي ال- attenuation which is which is يعني اوكي بس طلع هون هون بعد درجة عالية بعد درجة عالية بعد درجة ينزل بعد درجة يطلع فهو مش جاي يعني انه يا طالع يا نازل وخلص ماشي يعني وكمان نقطة يجيها تطلع اعلى نقطة واوطة نقطة هون بتحكي عن اعلى نقطة شوية عشرة هناك كان بالعشرين وبالتلاتين صحيح هنا عالى نقطة عشر على الكيلومتر هون طلع اذا بتمشي عهاي بالمرة قليل يعني كثير قليل مش هانيك شو بقوله بقوله انه هاض اللي بده ريبيترز بعشر مرات اقل من الكوكس هذا بده عشر مرات اقل من الكوكس الكابل ريبيترز اذا بدك تستعمل يعني مبدئيا اذا مثلا كنت كل كيلومتر بدك ريبيتر هون بصير بدك كل عشرة كيلومتر بدك ريبيتر لالفايبر اوبتيكس وهذا الحكي معناها انه بالنهاية يعني الكواليتي تابعة الاشارة راح تكون عندك عالي وهذا يعني وضع عمدي اذا هاي كلها عبارة عن يعني حسنات لالفايبر طب شو ممكن نكون حسنات للفايبر هسا اذا اول اشي السرعة ثاني اشي السيكوريتي لاحظوا شو معنى السيكوريتي ما حداش بقدر يتنصط عالفايبر لانه ضاو لانه ضاو بس انت بتقدر تتنصط على كل من على الكوالكس وعلى كل من التوستد إذا بدك تنصط بتقدر هون بتقدرش لانه ليش ما بتقدر لانه إذا بدك تتنصط هذا الحكي معناها بدك تقص الكابل وتحط انت كابل اللي بدك تنصط منه على الكابل اللي فيه الداتا وهذا كثير صعب لانه بهاي الحالة بدك تقطع انت الكيفلار واذا قطعت الكيفلار غالبا انت قطعت الكابل أصلا ماشي وبالتالي يعني انت بتقدرش قطعت الكابل شو معناها انه بطل فيه ترانزميشن صح ليلا صحيح يعني انت قطعت بدك تقطع الكيفلار وجود جوا رح تنقطع معها أو تنكسر وكذا وبهاي الحالة انت اصلا خربت الشبكة فعليك صعب انك تعمل فاذا نحكي عن السيكوريت ربعتها عالي طب ايش كمان ممكن تكون علنه انه هاد يعني مبدئيا هو الالتيمت وير ميديا بس شو عنده سيئات عنده بجوز سيئتين رئيسيتين انه اول اش المينتننس تبعه صعب المينتننس تبع الفايبر صعب يعني احنا الغالبية المهندسين ما بيشوفوا الفايبر بحياتهم وبالتالي ما حدا بيقدر بسهولة يتعامل مع الفايبر بينما التويستد بير كل المهندسين بيعرفوها حتى الطلاب انتوا رح تشتغلوا معها وبتركبوا شبكة في النتورك لاب وتعملوا وكل شبكة كامل اللان وتعملوا برمجة للراوتر وإلى آخر عنا في اللان فعنا كلكم رح تمسكوا هاي القطاع وتقطع وتكبس مع بعض الارجي فورتيفايف ورح يكون عندكم ايشي سهل فالمينتننس المشكلة اولى المشكلة الثانية هي الكوست الكوست تبع الفايبر بكثير أعلى من الباقيات الكوست تبع الفايبر بكثير بسوين بالشكل عام انا ما بشوفها هاي مشكلة الكوست تبع الفايبر كولولي ليش يعني انتو ماخد خدمة مقارنة اه انتو ماخد خدمة عالية انتو ماخد خدمة عالية فعند مبدئيا ما عنا مشكلة بالكوست بس هو طلعه احنا مثلا الفايبر مش مطلوب في لانه احنا بالتويست كاعدين منوخد جيجابيتس بر سكن اذا احنا بالتويست بير اللي هو ببلاش يعني مقارنة في الفايبر هو ببلاش اذا هو ببلاش احنا منستعمل يعني عندي انا سرعات عالية جدا و الكل بيعرف يستعملها وخيصة الكل بيعرف يستعمل هاي الكوابل وخيصة فانا ما في داعي عندي اروح على الفايبر في الفايبر الفايبر مش عارف نيويورك ولا واشنطن اوكي يعني في كابل بيكون بالبحر ما بين لندن وبجوز نيويورك بسبع تلاف كيلو طبعا تسمعوا انتوا انه هادا بالمي بحطوه بنزلوا بالمي وكان في مشاكل في يوم من الايام انه الحيوانات مثلا زي الحتان وكذا كان ممكن يخربوا تسمعوا فيها او لا تسمعوا فيها وهاي كانوا يصلحوها يعني بتتصلح هي القصة هاي بتتصلح اوكي اذا هاي بالنسبة للكوابل اللي عنا هاي بالنسبة للكوابل دكتور مشكلة انه بس برسل على اتجاه واحد مش مشكلة هاي لا لانه بهاي طلع انت لما بتعمل خطوط زي هيك بيكون عندك اشي بالاتجاه واشي بالاتجاه المعاكس وفي عندك اطلس كثير فانت هاي فيش فيها مشكلة هاي فيها مشكلة فبكون طلع انت لما بتمد كابل في المحيط الاطلسي مش راح تمد كابل صغير راح تمد كابل فيه كثير شعرات وبالتالي يعني راح يضل عندك الالترنتبز يعني بجوز ما تستعملوش كله طبعا هذا ممكن ينقل تيرابيتس بير سكن بين الدولتين بين المدينتين يويورك مثلا ولندن وهذا كان الخط هو النقطة الرئيسية لدخول الانترنت على اوروبا طبعا زي ما حكينا احنا بالشابتر الاول انو عنا بشكل عام يمتلك الانفراستركتر الرئيسي هي امريكا الانفراستركتر تابعة الانترنت فمبدئيا مشان تنقل الانترنت من امريكا لاوروبا مشان تنقل الخط في عنا خط رئيسي اللي بيكون عنا مدخله في مدينة لندن يعني بوخ الطوالة للندن ومن لندن بيروح اوروبا وبجوز لأجزاء من اسيا اسألو تمام دكتور كل تمام سيدة تمام انا بديش اكمل الباقيات مش بك الاسبوع الجاي بكمل ضال عندي ربع ساعة ما بقدر اخلص بس بدي احكي لكم عن مثلا التغييرات اللي قاعدة بتصير في العالم انا بجوز سألت هذا السؤال وبجوز ما سألت اسأله كمان مرة في حال اذا ما سألته في المعركة ما بين الاتصالات والحواسيب من الربح ما سألته شو معناته مدام ساكتين انتو اه السؤال السؤال بيقول في المعركة ما بين الحواسيب وما بين الاتصالات مين اللي ربح الحواسيب دكتور كلا اللي ربح الاتصالات سأقول لك ليش لانو احنا الpower تبع الcomputation مين اللي حكي معي سوها مين اللي حكي معي دكتور سوها سوها طلع يا سوها المشكلة عندي انا المشكلة عندي انا بقدرش ازيد سرعة السي بيو كثير في حدا بعرف ليش يعني انا السي بيو وصل لمرحل محددات في الهيت هي المشكلة الرئيسية الهيت يا جهد المشكلة الرئيسية هي الهيت يعني انا بقدرش ارفع السرعة تبعتي السي بيو لانو السي بيو عنا بصير كثير حامي بصير عنا كثير حامي السي بيو بالتالي بتوفيش معنا يعني اذا عمره حدا لمس سي بيو او خلنا نقول شعر بسي بيو انه كثير حامي او جهازه كثير حامي صارت معكو بالبغلة يعني بمكن يصل درجات كثير عالية وسيطر في عنا مروحة للمفهول تبرده اوكي فاللي بدي اقوله انا مع ذلك بضل في ابر نيمت بضل في ابر نيمت اذا انت انت تطلع بدك كيف بدك تخلي تخلي المروحة تبعتك تشتغل اذا بدك تجبرها تشتغل شو بتساوي شغل برنامج في كثير يعني شغلي برنامج على الماثلب وعمل لوب هناك تلاتة مليون مرة اوكي اعمل لوب على مترسيز اضرب واجمع المسقوصات على طول بتزيد زرعة المروحة يعني اه بتصير ببساطة يعني لا لا انت بتصير يعني اذا انت بتعمل براوزينج على النت او بتحضر فيلم على اليوتيوب ما بتشتغل المروحة انا هسا بدرس ما بتشتغل المروحة بس اذا انا بدي اشوف ها بتشتغل انا بس اشغل الماثلب عندي على جهازي اذا شغلت الماثلب وشغلت موديل معين يعمل على طول بتشتغل المروحة مع انه جهازي المفروض منيح بس بتشتغل المروحة ليش لانه انا لما بتعمل كثير بتشغل cpu بترتبع ادلاش تحرارته بتشتغل المروحة مشان تنزل ادلاش الحرارة هذا الحكي موجود من هذا المنطلق كمان بتسمعوا مثلا انتو في البيتكوينز بتسمعوا في البيتكوينز هسا البيتكوينز هدول بيعملول للمائنينج بيعملول المائنينج البيتكوينز بدهم يشغلوا برنامج نعم تعدين بكلوها ايوه انترك ارتشاشة انترك سبيو ايوه التعدين شو هالكلمة هاي الحلوة في العرب كيف جبتها مين جاب جلودي جلودي منين هاي بتكرمون وراني يا جلودي شو هالكلمة هاي الحلوة مظبوط التعدين اوكي اذا التعدين هو هاد شو بيساوي التعدين انت بتدور على النت على كيف انت بتدور في الارض على الذهب هون بتدور على النت على البيتكوين هسا مشكلة التعدين هاد انه فيه برنامج بيكون شغال على السي بيو طو ماتش طيب هسا هان حكي معناها انه الغرفة اللي بدك تحط فيها انت الحواسيب لازم تصير مكيفة فبتصير عندك انت هون كثير فيه دفع مصاريع على الهيتين اوكي مشان تبرد فمشان هيك مين احسن الدول لك التعدين انك تحط الجهاز تبعك وين وين يا جلودي لك حط الجهاز دول البرد احسن تعدين بربح اكثر في دول البرد ايوة بتحطه في الكطب الشمالي وتسكر عليه وتكله الشرف بيش تغل بهاي الحال انا بالوطن العربي بيخسر مرات يعني بتكلب تلك يهرب عشان غالي فبتربحش بشكل مرات تطلع بربح طار يخسر انت جلودي الى شكلت علاقة في البيتكوين يا جلودي مزبوط خفيفة نعم شو يعني حاولت تعدين لا يعني بكي تعدين انا وصحابي يعني منشتغل في على الخفيف طب وين بكيت تشتغلوا هذا في هنا يعني حطين اجهزة وين في دوركم لا مش يعني اجهزة عدد هائل يعني عكروتشاشي كرتين ثلاث على 1660 سوبر طيب ويعني مش هلكد مربحة يعني بدك باشهر تقوم انك تطلع دولارات على الدولارات خليل طيب يعني انت طلع بيدك انك تطلع على الاقل دولار واحد او مزبوط تقدر طلع بتعمل انساف المحفظة يعني بشيغلة عادية مش ايش اسموه مش صعبة مش هالصعبة يعني لا لا بس انت يعني زبط معك انت بعد كديش يعني شو المبلغ اللي اطلعته انت بكيب على الدولار احنا حاولنا اسبوعين بتلاكي عزاء من الدولارات يعني مش المبلغ المربح يعني كمنا كلنا بلاها يعني فهم عليك دكتور كيف اه اه فيعني مش مربح من مره عنا بني فاهم بس انت يعني اكثر دقة يعني كديش حمس دولارات اطلعت اكسبوعين مثلا قطيلي رقم اه يمكن على الكرت كل كرت شاشة بيطلع بيختلف عدد بيختلف يعني يمكن بيطلع سبعين بالشسم لأربع عشرين ساعة في ذلتين يوم فطلع سبعين دولار شهري لا لا ما هو هذا حسب البتكوين حسب البتكوين شو سعره حسب سعر البتكوين وحسب سعر البتكوين انت اطلعت يعني اطلعت مثلا ربع دكوين خمس دكوين لا 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 وصلت لاش للا درجة البيتكوين ما استسار بالعلالة خمسين دولار مزبوط هذا بي اكثر من الخمسين. أكثر سأرست. أعد حدود الخمسين يعني. آآآ صحيح. فإذا جيبت إنتي يعني إذا جيبت دولارات معنا تجيبت إشي فراكشن من العشر تلاف بجوز. يعني مثلا خمسة بالعشر تلاف أو خمسة بالعشرين ألف مثلا أو كذا من النوع. يعني رقم 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 بسيط جدا. خلص واضح واضح. فأنا مبسوط لكم. والله جلودي أنا مبسوط لك لأنه أنا شايف شباب عندي. وعلى فكرة مش من السنة. من العام كمان سألت هذا السؤال. وكمان في ناس من العام جابت للسيغي نفسها. بعكشدهم من نفس الأشخاص. أقول لأ. إنتبع مين اشتغلت. أنا لعم مع أصحابي شباب بره الجامعة يعني. معناته لأ. أنا شباب من الجامعة برضو كانوا يعدنوا العام. وبردو قالوا لي بطلت توفي ووقفنا. على أي حد. إذا كان سعره كليل كثير العام يعني 13 ألف دولار. مين؟ بقول كان سعره كليل كثير اللي السنة اللي فاتت. آآآ بعرف. آآ آآ. إنت المحفلة تبعتك اسمع. المحفلة تبعتك حتى لو واحد باللقاشر تنف خليها. بدو زيتا فيها. بسيري المصاري. بتشتري فيين بكرة جهازة دون. مصفور. طيب. على أي حال. أنا شو جبت السيري. أنا جبت السيري على إنه سي بيو بترتفع داشت حرارته. مشان هيك. انتي ما بتقدر إنك تشغل كثير. يعني ترفع السرعة كثير. بينابل بريد الصلاة. اللي قاعد بيصير إنه السرعات قاعدة بترتفع كثير حدا بعرف ليش عنا احنا صار في تطور اسمه مثلا 5G ليش ما هو السبب الرئيسي بوجود تكنولوجيا زي 5G شو السبب؟ في حدا بيقدر يعطيني فكرة؟ على فكرة السؤال منطقي الجواب منطقي مش جواب فيزيائي الترددات ايوة لأنه بلشنا نستعمل ترددات عالية جدا ياسوها اللي ما كناش نعرف نستعملها زمان احنا صرنا نستعمل ترددات كثير عالي بال5G منستعمل ترددات كثير عالي ما كانت في عنا التكنولوجيا نتعامل معها هسا هاي الترددات كثير عالي عندها مشكلة ياسوها انه يتم امتصاصها من كل شي التردد العالي هاض ما بيعمل ريفلكشن طوالي يمتص فانه إذا انت بتبعت يعني لازم يكون في شيء اسمه line of sight شوية line of sight لازم يكون في مسافي ما فيشش obstacles ما فيشش حواجز ما بين السندر والريسيفر مشان يصير فيه على 5G التنقلات فاللي بصير إذا احنا بنحكي إذا أنا وقف وراء الشجرة بمسكش الإشارة إذا أنا وقف وراء الحيط بمسكش الإشارة إذا أنا يعني أي 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 obstacle عندي ما بقدر أمسك الإشارة كيف تنحلهاي القصة وكيف عاملين 5G وكل شي ممتاز في الدنيا كالآتي اللي بصير إنه شارع زي شارع أبو بكر في جني شارع صغير بش في بحطه إعادة بش إعادة أنت بتكون covered بال5G من 4-5 نقاط في كل لحظة فلو كان فيه obstacle من نقطة الباقيات بمسكراتك فاللي بصير إنه عندنا كثير أنتينات كل 30 متر أو 25 متر في عندك أنتين أنتينات صغيرة بيحطون عظهر الدور مشان هيك 5G مكلفة للغاية عشركات الاتصالات مشان هيك مش بتوقع إنه شركات الاتصالات كل واحد يتحط إليها ما يسمى بالأبراج بصير كلهم عندهم نفس الشبكة ويعطوا خدمات مختلفة للناس لأنه بتوفيش معهم حتى في أوروبا إنه كل شركة تحط هدولا الستيشنز الصغيرة على ظهر البيوت فاللي بصير إنه أنت بتمشي بشارع أبو بكر بالأول بتكون أنت مثلا ممسوك يعني أنت ماشي بالشارع موبايلك شابك مع مثلا استيشن موجود على رأس البنك العربي اللي هو أول الشارع لما تمشي لك قدام بتصير ممسوك من البنك العربي وكمان مثلا محل ثاني فاهمين علي يعني بيضل في في كثير ستيشنز بالشارع وإنتي كيف ما مشيت في حدم نغطيك مشان هيك نقدر نعمل سرعات كثير عالية مقابل التكلفة الكثير عالية مقابل التكلفة الكثير عالية فاللي بصير إنه الانفراستركتشور اللي نخطها عال 5G هائلة بالمقابل إحنا حصلنا أنواع من الابليكيشنز اللي ما كانتش تخطر عالبال يعني مثلا إذا بتعرفوا هاد الابليكيشن اللي بيحكوا عنه إنه الطبيب بيعمل عملية والروبوت بنفذ صح وليلا سمعتوا فيها ولا لا أه سمعتنا فيها سمعتوا بجوزة أنا كنتها قدامكم أو لا باختصار إنه الطبيب اللي موجود في دولة معينة بيكون معا بلابس غلافز مثلا وبيشتغل العملية على مين بيشتغل العملية على إشي على مانيكان أوكي بيشتغل العملية على مانيكان والعملية فعليا الرابط بنفذ نفس الإشي وين على الإنسان في النحاء الثاني فاللي بيصير لأنه الدلي رح يكون أقل من فيو ميلي ساكنز الدلي أقل من فيو ميلي ساكنز فبصير إنه الرابط اللي بيشتغل بيشتغل بنفس الكفاءة اللي بيشتغل فيها مين الزلمة يعني الزلمة الطبيب بيحرك إيديه وبيعملي الشق مثلا مشان يجرح وبفتح وبقيم وبحط على الملكان وهذاك بيساوي نفس الإشي على الإنسان الطبيعي لأنه طبعا الدكتور شايف شو كاعد بيصير عند هذاك يعني هو شايف الصورة الصورة بتيجي بالميلي ساكنت يعني ما في ديلي إنه والله يموت الزلم وإحنا مشدارين واضح فمثلا هاي واحدة من الأبليكيشنز الجديدة اللي قاعدة بتصير عندنا بسبب الفايف جي والأبليكيشنز كثيري جدا اللي راح نقوح على عالم مختلف تماما بالفايف جي المرة الجاي أنا بكمل الشابتر هادي في عن حدا أي سؤال عنده أي سؤال ألو آه تمام يعطيك العافية دكتور يلا نراكم الأسبوع الجاي سلام شارعا شارعا اشتركوا في القناة